أهلا بكم كعادته كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بوتروس في حضرة الفاتيكان دعا قداسته جموع الحاضرين من كل أرجاء العالم لفتح قلوبهم على عظية الروح القدس فهو يوما بعد يوم يربينا على منطق الإنجيل ومنطق المحبة وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنين الناطقين باللغة العربية وخصوصا الحاضرين في هذه المقابلة العامة أن يعبروا لقداستكم عن مشاعر الاحترام والتقدير البنوي وسيرافقونكم دوما بصلواتهم الحارة إلى الرب من أجل خدمتكم الرسولية كخليفة القديس بوتروس في نهاية هذه المقابلة العامة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية بعدها سيمنح قداسته البابا البركة لكم ولجميع أحبائكم وخصوصا للأطفال والمرضى والمتألمين كما سيبارك قداسته أيضا المسابح والصور والصلبان التي بحوزتكم سأتلو الآن ملخصا عن تعليم الأب الأقدس أيها الإخوة والأخوات الأعزاء نبدأ اليوم مسيرة تعليم من خلال كتاب أعمال الرسل هذا الكتاب الببلي الذي كتبه القديس لوق الإنجلي يحدثنا عن رحلة الإنجيل في العالم ويظهر لنا الوحدة الرائعة بين كلمة الله والروح القدس الذي يدشن زمن البشارة يقول لنا القديس لوقا إن الكلمة البشرية تصبح فعالة ليس بفضل البلاغة وإنما بفضل الروح القدس الذي هو قوة الله والذي يملك القدرة على تنقية الكلمة وجعلها حاملة حياة عندما يزور الروح القدس الكلمة البشرية تصبح قادرة على إشعال القلوب وكسر المخططات والمقاومة وجدران الفصل وعلى فتح دروب جديدة وتوسيع حدود شعب الله إن المعمودية بالروح القدس هي الخبرة التي تسمح لنا بالدخول في شركة شخصية مع الله والمشاركة في مشيئته الخلاصية الشاملة وتعطينا موهبة قول الحقيقة والتكلم بصدق أي القدرة لكي نلفظ كأبناء لله كلمة شفافة وحرة فعالة ومفعمة بالمحبة للمسيح والإخوة إن القائم من الموت يدعو تلاميذه لكي لا يصنع الرسالة بأنفسهم وإنما لكي ينتظروا أن يحرك الآب قلوبهم بروحه لكي يتمكنوا من الالتزام في شهادة رسولية قادرة على أن تشعى من أورشليم إلى السامرة وتذهب أبعد من حدود إسرائيل لتبلغ ضواحي العالم هذا الانتظار يعيشه الرسل معا كعائلة للرب في القاعة العليا أو العلية التي لا تزال جدرانها تشهد للعطية التي من خلالها سلم يسوع ذاته لتلاميذه في الإفخارستية وكيف ينتظرون قوة الله بالمواظبة على الصلاة أيها الإخوة والأخوات الأعزاء لنطلب نحن أيضا من الرب الصبر لكي ننتظر خطواته ولكي لا نرغب في أن نقوم بعمله وأن نبقى طائعين ونصلي ونطلب الروح القدس ونعزيزا في النشاركة الكنسية ريولغو un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua araba in particolare a quelli provenienti dal Medio Oriente cari fratelli e sorelle il Signore ci invita a aprire il cuore al dono dello Spirito Santo affinché ci guidi nei sentieri della storia Egli giorno per giorno ci educa alla logica del Vangelo la logica dell'amore accogliente insegnandoci ogni cosa e ricordandoci tutto ciò che il Signore ci ha detto il Signore vive benedica grazie a tutti ناطقين باللغة العربية وخاصة بالقادمين من الشرق الأوسط أيها الإخوة والأخوات والأعزاء يدعونا الرب لنفتح قلوبنا على عطية الروح القدس لكي يقودنا على دروب التاريخ فهو يوما بعد يوم يربينا على منطق الإنجيل ومنطق المحبة التي تستضيف يعلمنا كل شيء ويذكرنا بكل ما قاله الرب لنا ليبارككم الرب